السلام عليكم يعد التعلم المعزز نوعاً قوياً من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها لتعلم استراتيجيات للتحكم الأمثل في الأنظمة الكبيرة والمعقدة مثل المصانع وأنظمة التحكم في حركة المرور والمحافظ المالية والروبوتات وما إلى ذلك تنتقل هذه التقنية حالياً من مختبرات الأبحاث إلى تطبيقات واقعية للغاية وذات تأثير كبير كالسيارات ذاتية القيادة فعلى سبيل المثال تستخدم الشركات مثل ويف ووايم التعلم المعزز لتطوير أنظمة التحكم في سياراتهم وتستخدم عادة أنظمة الذكاء الاصطناعي في الصناعة في التعرف على الأنماط للتنبؤ مثل اكتشاف الوجوه في الصور أو التعرف على الأنماط في بيانات المبيعات للتنبؤ بتغيير في الطلب وما إلى ذلك من ناحية أخرى تستخدم أساليب التعلم المعزز لاتخاذ القرارات أو الإجراءات المثلة في التطبيقات التي توجد بها تعديل على الأوامر من خلال نتائج العملية أو استجابة النظام سيساعدنا المثال الآتي على التمييز بوضوح بين طرق استخدام الذكاء الاصطناعي المعتادة والتعلم المعزز حيث يمكن استخدامها في إطار واحد ولكن لأغراض مختلفة لنفترض أننا نستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تشغيل مصنع يمكن استخدام التعرف على الأنماط لضمان الجودة حيث يلتقط نظام الذكاء الاصطناعي صوراً ويجري مسحاً للمنتج النهائي للكشف عن أي نقص أو عيب بينما يقوم نظام التعلم المعزز بحساب وتنفيذ استراتيجية التحكم في عملية تصنيع نفسها مثل تحديد الخطوط التي سيتم تشغيلها والتحكم في الآلات أو الروبوتات وتحديد المنتج المطلوب تصنيعه وما شابه سيحاول النظام أيضاً التأكد من مثالية الاستراتيجية من حيث إنها تزيد من كفاءة بعض المعايير مثل كمية الإنتاج مع الحفاظ على مستوى معين من جودة المنتج وتعتبر عملية حساب استراتيجية التحكم المثلى أصعب بكثير من التعرف على الأنماط لأنها تحتاج إلى الدقة والبراعة وعند حساب الاستراتيجية المثلى أو سياسة أسلوب التعلم المعزز فإن التحدي الرئيسي الذي تواجهه خوارزمية تعليم النظام يكمل بما يسمى بمشكلة الإقراض الزمني بمعنى من المرجح أن معرفة تأثير إجراء ما في حالة نظام معينة على الأداء العام تحتاج إلى وقت طويل على سبيل المثال تشغيل الخط الأول يوم الأربعاء حسب مستوى الإنتاج الحالي للآلات ومدى انشغال كل خط على إجمالي حجم الإنتاج ولجعل الأمور أسوأ يعتمد الأداء العام أيضاً على جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد الإجراء الذي يتم تقييمه مما يعني أنه عندما ينفذ الأسلوب المرشح للتقييم من الصعب معرفة أي الإجراءات كانت جيدة وأيها كانت سيئة أي من الصعب للغاية إسناد الفضل إلى الإجراءات المختلفة كما ينبغي ويزداد تفاقم الوضع مع العدد الكبير من الحالات المحتملة في هذه المشاكل المعقدة من خلال ما يسمى لعنة الأبعاد المخيفة ويمكننا فهم كيفية حل النظام لكل هذه المشكلات في نفس الوقت من خلال النظر إلى نجاحات المذهلة التي حققوها مؤخراً في المختبر تأتي العديد من البراهين البارزة مؤخراً لقوة التعليم المعزز من تطبيقه على ألعاب الفيديو وألعاب الطاولة على الإنترنت إذ استطاع أول نظام للتعلم المعزز التأثير على مجتمع ذكاء الاصطناعي العالمي بقدرته على تعلم التفوق على البشر في ألعاب الآتار المختلفة أسس في لندن عام 2013 من قبل مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي DeepMind والآن هو جزء من Alphabet Inc وأنشأ نفس المختبر لاحقاً سلسلة من أنظمة أو كلاء التعلم المعزز بدءاً من وكيل ألفا جو والذي استطاع هزيمة أفضل اللاعبين في العالم في لعبة جو اجتاحت هذه الإنجازات الرائعة التي حدثت بين عامي 2015 و2017 العالم لأن اللعبة معقدة للغاية وتتطلب تفكيراً استراتيجياً معقداً وطويل الأمد مع ملايين اللاعبين حول العالم بالإضافة لترتيبات محلية وعالمية تبعاً لذلك أصدر DeepMind ومختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي OpenAI وهو اختصاراً لسم Open Artificial Intelligence Lab أنظمة للعب ألعاب الفيديو StarCraft وDota 2 والتي يمكنها هزيمة أفضل اللاعبين البشريين في جميع أنحاء العالم تمثل هذه الألعاب تحدياً لأنها تتطلب التفكير الاستراتيجي وإدارة الموارد والتحكم والتنسيق بين كيانات متعددة داخل اللعبة ثم تدريب جميع الأدوات المذكورة أعلاه من خلال السماح لخوارزمية التعالم المعزز باللعب عدة مرات ومعرفة السياسات المجدية وغير المجدية ضد أنواع مختلفة من الخصوم واللاعبين تمكن النظام من خوض العديد من التجارب لأن كل هذه الألعاب تعمل على الكمبيوتر وغالباً ما استخدمت خوارزمية التعلم في تحديد فعالية السياسات المختلفة مزيجاً معقداً من الأفكار يتضمن ذلك تسلق التلال واللعب ضد نفسها وإدارة البطولات داخلياً بين السياسات المرشحين أو استخدام السياسات التي يستخدمها البشر كنقطة انطلاق والموازنة بطريقة صحيحة بين استكشاف سياسات جديدة مقابل استغلال السياسات الجيدة الموجودة حتى الآن ومكنت التجارب الكثيرة من استكشاف العديد من حالات اللعبة المختلفة التي يمكن الوصول إليها على نحو المعقول في حين مكنت طرق التقييم المعقدة نظام الذكاء الاصطناعي من تحديد الإجراءات المفيدة على المدى الطويل مع العلم بأن إمكانية إجراء ملايين التجارب في العالم الحقيقي تحول دون استخدام هذه الخوارزميات لحسن الحظ، هناك اقتراح لحل هذه المشكلة أولاً، قم بإنشاء محاكاة على الكمبيوتر للتطبيق المرغوب سواء كانت محاكاة لعملية التصنيع أو محاكاة السوق وما إلى ذلك تم اكتشف السياسة المثلى في المحاكاة باستخدام خوارزميات التعلم المعزز وأخيراً، قم بتكيفها مع العالم الحقيقي من خلال تشغيله عدة مرات وتعديل بعض العوامل أظهرت مختبرات أوبين اي آي فعالية هذا النهج في عرض توضيحي مبهر عام 2019 من خلال تدريب ذراع روبوت على أحل أحجية مكعب روبيك بيد واحدة لكي يعمل هذا النهج، يجب أن تمثل المحاكاة المشكلة الأساسية بدرجة عالية من الدقة كما يجب أن تكون المشكلة محصورة بمعنى أن لا يكون هناك تأثيرات خارجية عشوائية أو غير مرئية قد تؤثر على أداء النظام على سبيل المثال، لن تعمل هذه الطريقة إذا كان ذراع الروبوت المحاكي مختلفا عن ذراع الروبوت الحقيقي أو إذا كانت هناك محاولات لإخراج مكعب روبيك من ذراع الروبوت الحقيقي ستبدو هذه القيود مقبولة لمعظم الناس إلا أنه من الصعب تحديد كفاءة النظام بصورة صحيحة في التطبيقات الحقيقية وقد يؤدي ذلك إلى مفاجآت غير سارة في مثالنا السابق لتشغيل المصنع، إذا تم استبدال آلة بآلة أسرع أو أبطأ كثيرا فقد تتغير ديناميكيات المصنع ويصبح من الضروري إعادة تدريب النظام مجددا وهذا بديهي بالنسبة لأي وحدة تحكم آلية لكن أصحاب المصلحة يتوقعون أفضل من هذا من نظام الذكاء الاصطناعي ويجب خفض هذه التوقعات بغض النظر، يبدو مستقبل التعلم المعزز في العالم الحقيقي مشرقا للغاية ففي الوقت الحالي، هناك العديد من الشركات الناشئة التي تقدم منتجات التعلم المعزز للتحكم في روبوتات تصنيع مثل أوسارو ولافي وإدارة جداول الإنتاج واتخاذ القرارات المؤسسية والخدمات اللوجستية وتصميم الدوائر والتحكم في السيارات المستقلة مثل ويف ووايمو والتحكم في طائرات بدون طيار مثل طائرة أمازون والإدارة المالية والعديد من التطبيقات الأخرى التي يصعب الوصول إليها من أنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على التعرف على الأنماط استثمرت كل شركة من شركات بيتك مبالغا ضخمة في أبحاث تقنية التعلم المعزز واستحوذت جوجل على ديب نايند مقابل 400 مليون جنيه سترليني يعني حوالي 525 مليون دولار أمريكي وذلك في عام 2015 لذلك فمن المنطقية أن نفترض أن هذه التقنية إما قيد الاستخدام داخليا بالفعل في هذه الشركات أو في طور الإعداد لكنهم يحافظون على سرية التفاصيل لأسباب تتعلق بالمزايا التنافسية ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار احتمالية تراجع هذه التطبيقات الواعدة ولكن من المحتمل أن تحصل هذه التقنية على مكانتها المعتبرة في المستقبل القريب إذا أعجبكم الفيديو فتكرموا بالضغط على زر الإعجاب أشكركم على طيب المتابعة وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر